حصاد مر جناه الهجوم الروسي على أوكرانيا على مدار ستة أشهر حصاد تذوقه الروس والأوكرانيون على حد سواء العالم من ورائهم لم يسلم من تبعات الحرب التي لم ترحم أحده مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت إنها سجلت مقتل أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة مدني وجرح أكثر من ثمانية آلاف شخص خلال ستة شهور من بدء العمليات العسكرية الروسية كانوا ضحية أسلحة متفجرة كالمدفعية والصواريخ والضربات الجوية القوات المسلحة الأوكرانية التي دعمها الغرب بأكثر من خمسة عشر مليار دولار من الأسلحة قالت إنها فقدت أكثر من تسعة آلاف فرد من جنودها في أول حصيلة رسمية تقدمها كيهيف خسارة الأرواح على فداحتها لم تكن الوحيدة إذ فقدت أوكرانيا أكثر من 22% من أراضيها لصالح روسيا لكن ليست كل الأرض سواء خصوصا إذا ما تحدثنا عن مساحات شاسعة من الساحل الأوكراني المطل على البحر الأسود وضعت موسكو يدها عليها بما في ذلك من موانئ مهمة للاقتصاد الأوكراني وتلك كلمة كبرى فتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقول إن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة قد تفوق 45% جراء الهجوم الروسي تكاليف إعادة الإعمار هي الأخرى تتجاوز المتوقع لا توجد أرقام مستقلة لكن رئيس الوزراء الأوكراني قال إنها قد تتجاوز 750 مليار دولار وقد يكون أكثر من ذلك بكثير على الضفة الأخرى من الحدود تحصد موسكو جنى حربها لا أرقام رسمية للتكاليف العسكرية لكن المخابرات الأمريكية تقدلت خسائر الروس بأكثر من 15 ألف جندي قتلوا حتى الآن في أوكرانيا وهو رقم كبير يفوق أعداد القتل السوفيت خلال الاحتلال الروسي لأفغانستان على مدار عشر سنوات الاقتصاد الروسي هو الآخر يرزح تحت نير العقوبات زاد من وطأتها استبعادها من الأسواق المالية الغربية الأمر الذي أجبر موسكو على التخلف عن سداد سنداتها الخارجية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية عام 1917 البنك المركزي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6% خلال العام الجاري ثمار الحصاد المر ذاقها العالم أيضا اذ خلف الهجوم ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الطاقة والمعادن والحبوب والأسمدة ودفع البشرية إلى شفير موجة تضخم عاتية وأزمة غذاء غير مسبوقة خفف من وطأتها اتفاقية اسطنبول للحبوب بوساطة تركية لكن شبح الأزمة يكبر يوما بعد يوم معتمدا على قطع امدادات الغاز الروسي عن أوروبا وتوقعات من كماش الاقتصاد العالمي بنسبة تفوق 3% في ظل تبعات أزمة جائحة كورونا همام سعد اهتيارتي عربي ترجمة نانسي قنقر